أهلا بكم مشاهدين إلى الفترة الأولى من أموال ومسارات وأسعد الله صباحكم بكل خير إذن قبل افتتاح السوق السعودي بلحظات نذكر بإغلاق الجلسة الماضية مؤشر تاسي في جلسة الأمس أغلق على تراجعات في المنطقة الحمراء متأثرا بتراجعات غالبية القطاعات التي قادته إلى هذه المنطقة خصوصا عن قطاعات القيادية التي ضغطت على المؤشر بشكل مباشر نجده أغلق عند 7900 وقرابة الخمسة النقاط فاقدا في جلسة الأمس ما يقارب 35 نقطة ومغلقا بأقل سيولة في حوالي 11 شهرا مقابل السيولة التي في الجلسة سبقتها والتي كانت عند مليارين وثمانمائة وثلاثين مليون ريال أيضا تراجع السوق بحوالي 14 بئة المئة فيما يتعلق بأحجام التداول بلغت بالأمس أو تجاوزت المئة وسبعة عشر مليون سهم مقابل حوالي 117 وتسعمائة وعشرين مليون سهم في الجلسة التي سبقتها إذن مشاهدين بتفاصيل أكثر عن الإغلاق نتحدث عن إغلاق القطاعات كما ذكرت في البداية غالبية القطاعات أغلقت على تراجعات نجد 17 قطاعا أغلق في المنطقة الحمراء على رأس هذه القطاعات المتراجعة نجد قطاع الطاقة متراجعا بـ 17 بئة المئات له قطاع الإعلام والذي تراجع كذلك بقرابة الـ 1 بالمئة من ثم قطاع الأدوية بـ 18 فقط هبطت قياديات السوق السعودي بالأمس وعلى رأس هذه القطاعات القيادية المتراجعة البنوك بـ 16 بئة المئة من ثم قطاع المواد الأساسية بـ 15 كنسبة تراجعات وأخيرا الاتصالات بـ 10 بئة المئة فقط أما المكاسب فاقتصرت على ثلاث قطاعات فقط على رأس هذه القطاعات المرتفعة جاء قطاع التأمين بنسبة 17 من ثم النقل والمواصلات بـ 15 وإنتاج الأغذية بـ 10 بئة المئة فقط أما بالحديث المشاهدين عن الأسهم أو أسهم السوق السعودي تصدر السهم الكابلات بي الأمس ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 9 و 14 بئة المئة بينما على أن قيض حل السهم المتقدمة على رأس الخسائر بـ 12 و 14 بئة المئة فيما يتعلق بالاستحواذ على سيولة السوق سيطر سهم الإنماء بالأمس على السيولة واستحوذ دار الأركان على الكميات ننتقل لنلقي نظرة هذه المرة على إغلاق السوق الموازية نمو كذلك في جلسة الأمس والذي أغلق على ارتفاع بـ 19 بئة المئة وأغلق عنده 2000 وحوالي 500 ونقطتين ما يقارب النقطتين في المنطقة إذن الخضراء بانخفاض تداولات الموازي وصلت تراجع للسيولة بـ 951 ألف ريال فقط استحوذ سهم أبو معطي كذلك على السيولة بالموازي سيطر سهم التطويرية الغذائية على الكميات في الجلسة الماضية